اهلا بحراتكم مرة اخرى ببنسبة كالتر عساء عبدالفتاح النهاردة النادي الاهلي قدم خمس طلبات لاتحاد الكرة بشأن التحكيم اعلان عن خطوات واضحة ده اللي طلبوا الاهلي اعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكملة واستجدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي للقاط القدم لإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتباعة أداءهم وفق خطة زمنية ايضا لأهلي طلب الحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يضيق بهم ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم وحقية النادي في سماع ما يجري في غرفة الفار اثناء الحالات التحكيمية التي تصير الجدل وذلك إسنادا إلى أن بروتكول لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك كمان طلب النادي الأهلي إسناد مباريات الأهلي عفوا لحظة واحدة أنا أقول لكم حياتة كمان مهمة في هذا الأمر النادي الأهلي طلب إسناد مباريات الأهلي اللي هيكون بإبلاغ اتحاد الكرة بها تداء من المباراة القدمة إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة ومن الفئة الأولى على مستوى العالم أنا بس وفت عندي النقطة دي دي النادي الأهلي والزمالك والبيراميز والإسماعيلي والمصري من حق أي حد أنه يطلب حكام أجانب بس أنا رأيي أنا رأيي أنه لازم اللي يبقى صاحب القرار في ده لجنة الحكام لجنة الحكام لجنة الحكام هي اللي تقرر هل تقبل يبقى فيه حكام أجانب ولا من حق أطلب ومن حق لجنة الحكام ترفض وأنا رأيي ترفض كل المباراة بحكام مصريين كل المباراة بحكام مصريين ليه؟ زي ما بيحصل في كل الدوليات الكبرى في العالم ما فيش الكلام اللي هو أجيب حكا إلا بقى لو في تشريك في الحكام المصريين أصلا قول بقى أنا بشكك طب أنا بشكك في الحكام ده عشان عمال لي واحد اتنين تلات اربعة وبشكك في الحكام ده عشان عمال لي واحد اتنين تلات اربعة ووثبت بالدليل القاطع إن الحكام ده كان يتعمد إنه يخطئ أمامي بس عشان أنا بحس إن أحمل لف نفس اللفة كل موسم نفس اللفة كل موسم عموما كل التوفير للنادي الأهلي في مباراة الرجاء القادمة إن شاء الله يوم السبت القادم ومباراة العودة بالمناسبة هتبقى يوم الجمعة في صهرة رمضانية رائعة جدا هتبقى الساعة 12 بالليل بتوقيت القرارة النهاردة الكاف عدل موعد هذه المباراة كان من المفترض إنها هتقام أما تكلم عن مباراة العودة اللي هتبقى في المغرب كانت من المفترض إنها تقام الساعة 11 بالليل وهي الآن الساعة 12 بالليل بقرار من الكاف الكاف